أسرى مسيحية متعصبة كيف استطعت أن تتركي هذه الديانة؟ في الحقيقة أنا لم أكن أفكر أبداً أني أنا أترك المسيحية أبداً كنت مبسوطة بحياتي كنت أروح الكنيسة أساعد عمي القسيسي اللي كانت في أمريكا هون وأساعد أهلي أيضاً في الكنيسة طبعاً أنا طبيعتي التحدي وكنت أريد أن أتحدى هؤلاء الشباب المسلمين لأنه لم يقتنعوا بالكلام لأنه كنت أقوله عن الإنجيل وعن الكتاب المقدس فبدأت أقرأ القرآن وكانت هاي أول مرة بالنسبة لي أني أنا أقرأ القرآن بتمعن بطريقة موضوعية وبطريقة مفتوحة أريد أن أجد أخطاء جاءني هذا الهاجس قلت يعني وجدت فيه قوة وقوة كبيرة في هذا القرآن هذا الكتاب لا يمكن أن يكون صنع عيدي بشرية وإنما هو كتاب منزل من الله لكن لم أكن مقتنعاً مئة بالمئة ما زلت أقرأ وأقرأ وأقرأ وكان شيء يشدني دائماً أني أنا أرجع للقرآن وأقرأ إلى أخيراً وصلت إلى سورة المائدة ماذا وجدت في سورة المائدة؟ نعم في أثناء قراءتي طبعاً التقيت بهذه الآية التي كانت هي نقطة التحول عندي طبعاً أنت قرأتي من البقرة إلى أن وصلت إلى المائدة نعم عندما قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون وسبحان الله هذه الآية يعني هزت كياناً لأنها تتحدث عن أهل الكتاب بشكل إيجابي جداً النصارى فتابعت في القراءة يقول الله عز وجل وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُونَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِ هكذا كانت تكلم عنك سبحان الله لما شفت هذه الآية فعلاً يعني عيوني انهارت بالدموع وعرفت أنه هذا هو الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين قلت يا رب أنا آمنت فاكتبني مع الشاهدين